اجتمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير الشباب ورياضة أشرف صبحي وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزراء في هذا السياق استعرض الوزير عددا من الملفات التي تضمنت الموقف التنفيذي لمشروعات الانشاءات الشبابية والرياضية والافتتاحات وبعض المقترحات لزيادة مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر ونتائج وآداء البعثة المصرية بدورة الألعاب الأولمبية في باريس عشرين أربعة وعشرين فضلا عن موقف شبكة المعلومات والربط الإلكتروني مع الهيئات الرياضية والشبابية